استقبل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى في قصص الاصخير هذا اليوم سعادت الدكتورة نجلا المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة بمناسبة زيارتها للمملكة حيث نقلت إلى جلالته تحيات وتقدير معالي السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ومعالي السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والتطور ورحب حضرة صاحب الجلال بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي وكلفها جلالته بنقل تحياته وتمنياته لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والرخاء وأشاد جلالته بواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وخلال اللقاء اطلع جلالته من الوزيرة نجلاء المنقوش على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية وعقد المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا خلال الشهر الحالي حيث أكد جلالته دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كفة أنحاء ليبيا الشقيقة والتأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لتحقيق تطلعات شعب ليبيا الشقيق في التنمية والازدهار معربا جلالته عن ثقته في قدرة الأشقاء في دولة ليبيا الشقيقة على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة كما تطرق اللغاء إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بجانب مستجدات الأوضاع في المنطقة ومن جهتها أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولية الليبية عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على مواقف مملكة البحرين العربية الأصيلة المشرفة والداعمة لليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها